بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا للحالات الخاصة بتاعة حساب البيرين كباستي للصائل من شابتر 2 من كورس فونديشنز انجينيرين وان هنتكلم على بارت 11 اللوى الافكت اوف لاير صائل وطبعا ده موضوع ممكن تقابله برة لما تيجي تعمل الجسات وتلاقي لو انت حطيت الاساس بتاعك تلاقي ان التربة بتاعتك ليست طبقة واحدة تلاقي اكتر من طبقة كل طبقة ليها الخواص بتاعتها C1 وفي1 C2 وفي2 وجامة واحد هنا وهنا جامة 2 C3 وجامة في3 وانس اوم كويس ممكن تلاقي اكتر من طبقة طبعا في علماء كتير اشتغلوا في الطبقات لما تبقى تحت الاساس لكن احنا هناخد طريقة مبسطة تكفيك في الكورس اللي احنا فيه طريقة ببسيطة بنسميها طريقة 221 يعني ميل اتنين الى ايه الى واحد ودي ببساطة خالص ان انا بتخيل لو انا عندي دي طبقة صويل ودي طبقة تانية ودي طبقة تالت احسب ازاي البيرينكة بس بتاعت السويل ببساطة خالص انا هتخيل او مش هتخيل اصلا الاساس بتاعي موجود في الطبقة دي خلاص اشتغل المعادلة بتاعتي العامة هي Q ultimate بتساوي C N C lambda C زائد Q N Q lambda Q زائد γاما 2 B N γاما lambda مين γاما اما اجا اتكلم على layer number 1 layer دي دي اسمها layer number 1 1 أبتكت اشتغل بالمعادلة بتاعتي المعادلة بتاعتي هي طب بس اخلي بالي فيه تعويض اول حاجة C اخد C واحد اللي هي تحت الاساس N C وال N Q وال N γاما هتعتمد على مين على حسب مين phi واحد هي اللي تحت الاساس صح اللمضة C واللمضة Q واللمضة مين γاما دي تعتمد على مين على حسب ال dimension اللي هي ال B في L بتاعت الاساس طب ال Q اللي هي وزن الطربة حوالي الاساس اللي هي ما هي الا γاما 1 في مين في الد f الجاما 2 بقى اللي هي تحت الاساس تحت الاساس هنا اللي هي مين γاما 1 عشان كده كتبتلك ان هي مين جاما 1 اللي هي دي جاما 2 يعني جاما 1 دي هي اللي موجود تحت الاساس وهي دي جاما 2 وقدر اطلع من هنا ال Q ultimate 1 بعد كده اتخيل ان الاساس ده نزل بميل 2 2 1 فبقى الديمنشن بتاعته A 2 بتاعته B زائد H1 ده B زائد H1 و L زائد H1 طيب ده الأساس بتاعي خلاص ده ما بقاش موجود اللي فوق ده طيب عايزين نكتب المعادل C N C C ديت C 2 اللي هي تحت الأساس N C و N Q N γاما دي تعتمد على مين على phi تحت الأساس اللي هي phi 2 يبقى دي C 2 ودي phi 2 لمضة C و لمضة Q و لمضة γاما ده بتعتمد على مقاس الأساس بتاعي اللي هو مين B زائد H1 و L زائد H1 نيجي بقى للQ Q اللي هي عبارة عن وزن الطربة حوالين الأساس طيب ما هي ما فيش غير هي طربة واحد اللي هي γاما واحد بس في مين بقى في الارتفاع ده كل اللي هو مين D F زائد H1 صح اللي هي D F زائد H1 طيب γاما 2 اللي تحت الأساس اللي هي غاما 2 فعلا ما فيش أي مشكلة طيب انت جبت غاما 2 اللي تحت الأساس كده جبت مين Q ultimate 2 نقدر نقرر الكلام ده لأي عدد من الطبقات تجيب E 3 B زائد H1 زائد H2 ماشي وابتدي اشتغل بقى طلع مين B H1 B زائد H1 زائد H2 دي اللي هي ال B L زائد H1 زائد H2 دي اللي هي ال L D F زائد وهكذا تبتدي تطلع Q ultimate 3 طيب أخد دي ولا أخد دي ولا أخد دي مفروض نحسب التلاتة وناخد smallest value منهم هي دي اللي تبقى more safety عندي وتقدر تحسب منها يعني بعد ما تجيب Q ultimate اللي انت جبتها بقى تقدر تجيب Q ultimate net اللي هي بتساوي Q ultimate ناقص مين ناقص Q بعدين أجيب Q net save اللي هي بتساوي Q ultimate net على Factor of safety and تقدر تطلع بعد كده Q save اللي احنا قلناها قبل كده لما جينا نشرح طريقة ترزاجي شكرا